السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة كيفما يقولوا فيديو جديد نهار جديد وليوم فعلا نهار جديد ونهار اللي هو مميز بزاف غادي نشارك معاكم شنو درت فيه شنو الوصفات اللي حضرت باختصاروا اكيد غادي نشاركوا الوصفات بتفصيل في فيديوهات آخرين ان شاء الله اتمنى ان الفيديو ديال اليوم اينا الاعجاب ديالكم انكم تشوفو حتى الاخروا تخليوا لي كومنت اغتقلوا لي كيفا جاكم الفيديو ديال اليوم وكيفما قريتوا في العنوان اليوم النهار مميز حتى فلت بي بجوجة المناسبات المناسبة اللي هي كانت هي العيد ميلاد ديال بنتي لكملة السنين يعني اختارت ان يدوز هاد نهار مميز يعني نفرح بيها بابسط طرق يعني كيفما غتشوفو ماشي درت شي حاجة كبيرة بزاف يعني درت لي قديت عليه نتمنى انه انه الاعجاب ديالكم والمناسبة الثانية غادي نقولها لكم في الاخر ديال الفيديو اول حاجة غا نبدأ بها الفيديو ديال اليوم وهو الغضاء كيفما شفتوا معايا اختارت اني نطيب الحوت ونقدموه بالطريقة اللي شفتوا في اللوت ديالفيديو يعني مبغيش ندي الخضراء طيبة مع الحوت فقلت يعني كنوع من تغيين ديالخضراء مبخرة بخرتها اول حاجة ودرت الحوت درت ليه شرمولة بالعطرية عادية غطيته ودخلته يطيب في الفران وكيف ما احنا عارفين يعني ورا ما كيستغرق شو حد الوقت طويل دغية كي يطيب وضغيت بخرات الخضراء يعني هكا الغضاء دغية وجد يعني ماخداش مني واحد الوقت كبير وقدمتو على هالطريقة يعني درت الحوت الوسط والخضراء حاوز اني ننوعها ونشكلها درتها في جناب ودرت زيتون وشرمولة صيبتها وان شاء الله هاد الفيديو را غادي نشاركم غا نشاركم عفوا اه تفاصيل دياله في المرة الجاية ان شاء الله بعد مسالية الغضاء وحطيتو بالطريقة لي شفتو كيف ما كلكم راه ساهل يعني ياخدش واحد الوقت كبير كل شي اللي فيه ضغية كيوجد فانا اختارت نحط الداسر ولكن الداسر بغيت نرافقه بواحد الجلاس اللي صيبته لي كيجي زوين بزاف وساهل ضغية كيوجد اه اه فانا يا كيف ما كتشوفه معا يدرتو في هاد المول لي كيزيد عطي واحد شكل زوين بزاف ولكن اللي ما تسوفرش عنده يقدر يدير مول عادي اه اخديت التبصيل ودرتو حجبانيا في الوسط يعني اللي غنحط فوق منها التبصيل دياله جلاس باش كيعله باش يبقى لي الوقت عفوا اه عفوا اكي بقى لي الداسر وفاش يجي الداسر والقلاس بينين في نفس الوقت يعني هادي هي الطريقة ديال التقديم اللي قدمت بها الداسر والقلاس يعني را كتجي طريقة زوينة ويعني وكاد ننفع في المناسبات العراضات يعني اللي عرضنا على شي حاد نقدمو بهالطريقة كيزبقى فكرة زوينة كيف ما قلت ليكم وندوز نوجد معاكم الوصفات اللي وجدت لها العيد ميلاد كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا صيبت واحد لا تغط بالكريمة ديال لوز وبالتفاح كتجي زوينة بزاف خصوصا ان لا تغط بلابات اللي صيبتها فهي كتجي كتجي ناجحة مية في المية وانا متأكدة بفاش غنشارك معاكم ان شاء الله الفيديو الى جربتوها غادي سعجبكم هنا يا درت لبات في المول وتقبزها ودرت الكريمة ديال لوز كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كان خدمها كان ديرها وكان سرحها وكان ستفت فاح وكان عفوان كان هنا بزبدة دايبة ونرشوا بساندة ودخلتها كالطيب يعني كيف ما كتلي لكم راه كتجي زوينة بزاف وان شاء الله راه هنشارك معاكم الوصفة من بعد ما كتطيب انتو ما كتشوفوا معايا شكل ديالها كيفش كتجي كتجي على هاتشكل لابات ديالها راه كتجي زوينة حيث مخدوما صراحة بطريقة احترافية ومقادر اللي هما مضبوطين يعني النجاح ديالها مضبوط مية في المية وصيبت العجينة مورقة ارافيت لي اشارك سمعكم فيديوه ديال العجينة مورقة كيفش كنصيبها وكيفش كتجي ناجحها مية في المية في الفيديو ديال في الفيديو ديال الباقاتو فيديو ديال اه كيفما كتشوفوا معايا درتهم على شكل ديال شوصون اه اللي عمرتهم بالفرماج عادي وشوية ديال الزعتر ودرت بيزا صغر تهيب العجينة مورقة ودوك العجينة الفوق اللي قطعتها يعني هما دوك الدوائي اللي شفتوا ارشيتهم بالبزج لان بالنسبة للبيزا يعني انا حاولت ان الحشوة تكون سهلة شديت البصلة يعني شحرتها واحد شوية درت مطايشة كيفما كتشوفوا على هاتشكل زيتون مقطع ودرت فوق منه فرماج حمار يعني را كتجيء حشوة لديدة بزاف وخمس تعملوش طون كتجيزوين بزاف الى جربتوها انا مساكده غدي تعجبكم كيفما عارفين اي حاجة بعجين امورقة كتبغي تطيب على خطرها كنزخن فران ومكان دخلوها كننقص فران وما كان بقوش نحلو عليها حتى كتنفخلينا وكيجيو عليها تشكل كيفما كتشوفوا معايا يعني راجات زوينة بزاف جون بورقين وحتاد بيزا كيفما كتلكم الحوش واراها اقتصاد يعني غيجربوها انا مساكده غدي تعجبكم ولي بغي يشوف الطريقة اللي كنخدم بها العجينة مورقة راغا نخلي لكم الرابط دخلوا تفرجوا وطبقوها راغا تنجح معكم اي وصفة غتكون فيها العجينة مورقة غديكم سهلة انكم تخدموها واذا بغى ندوز معكم الحلوة اللي كانت هي اول حاجة صيبتها حيت عليا وخليتها حتى بردات على خطرها تقريبا صيبتها قبل بواحد يومين يعني كيفما كنقولو تهنيت منها حلوة اللي هي سهلة بزاف كتجي زوينة ان شاء الله حتى هي غادي نشارك معكم تفاصيل لها ولكن اه في اخر نهار عدرت لها القلاساج ويعني وفينيتها او زوقتها بوحد طريقة سهلة بزاف بهذا العقيقات كيفما كتشوفو وزوقتها على هالطريقة وهكا الحلوة ديالي كانت واجدة وغنشارك معاكم حتى تشيس كيك اللي صايبته وطبقوها يعني كندرتو قبل يعني خليتو خاد وقتو انه بردليم زيان وبنسبة الفينيسيون يعني درتها في نفس النهار اللي حتى في سلت بيه بالعيد الميداد كيفما كتشوفو معايا هنا يا خديس بيمو وطحنتو وغنزيد عليه الزبدة دخلتو شوية الفران شد فراسو وصيبت الكريمة اللي سهلة بزاف اللي حتى هي ان شاء الله غد نشاركها معاكم في فيديو يعني خليولي كومنترات يعني قلوا لي يا شنو بغيتو يعني اكسر حاجة عجباتكم وبغيتو نشارككم الفيديو ديالها يعني نسبقها تكون هي اللولة اه خليولي لي كومنتر كيفما كتلكم كيفما كتشوفو هنا يا تشيس كتش يعني كنسرح بيمو وغندير فوق منه الكريمة وغادي ندخلها تبرد والفينيسيون يعني خدمتها بوحد الكريمة ديال الليمون او ديال الحامض اللي كجزوينة بزاف وقطعتهم على هاتشكل اللي غادي تشوفو معايا وبنسبة التشيس كيكرا مش يدرول يعني نقطعوهم بهذا القياس اللي قطعت انا يعني نقدرون نديروهم كبار نقدرون نخليوها كا يعني وحدة كبيرة ونزوقوها ونقدرون نقدموه بهالطريقة اللي قدمت بها انا وشوفتوها قراها كيجي زوين بزاف وحتف المادة قراها ناقص بزاف من الحلاوة يعني ما محلوش بالنسبة الناس اللي معزيش عليهم الحلوة تكون حلوة بزاف وكيف ما كتشوفو معايا كانوا هادو هما الوصفات اللي وجدت يعني كانت خاصني الطبلاء خاصها بزاف تلحويج ناقصينها ولكن كلوقت دركني داك الشي علاج كتافي ثغيب هاتشي نتمنى انه يعجبكم شوفوا معايا الحلوة كيفاش كتجي را كتجي زوينة بزاف طريقة بزوقتها بها يعني حاولت انني ما نبالغش يعني دوك العقائق قراها تقريبا خديت خمسة دراهم قداتني انها زوقت لي حلوة وكيف ما كتلكم را كي يجي زوين بزاف ونتمنى ان الوصفات دي اليوم ينالوا الاعجاب ديلكم انا الفيديو اللي ينال الاعجاب ديلكم اما الوصفات مازال خزناها لكم في فيديوهات اخرين وكيف ما كتلكم اليوم مناسبة عزيزة عليها بزاف يعني عزيزة على قلبي خصا انه العيد ميلاد دي المروادنسي اللي كملت سبع سنين اللي كنتمنى ليها طول العمر ان شاء الله والمناسبة الثانية اللي قتلكم واللي خاصني نشاركها معاكم انه في نفس النهار وصلني الكود ديال ادسنس ديال اليوتيوب اللي شهر تقريبا شهر ونصو انا كنت سنة به وبغيت نشارك معاكم هاد الفرحة او هاد المناسبة حيط الفضل الكبير يعني كيرجع لكم من بعض الله سبحانه وتعالى بالدعم ديالكم بالوجود ديالكم خصوصا الناس اللي ديما حاضرة معايا في قائع الفيديوهات كنقول لكم شكرا شكرا بزاف ومازال انا في حاجة للدعم ديالكم في حاجة انكم شاهدوا القناة فاختاجوا قائع الفيديوهات اللي شفتوا واعجبوكم مع قائع الناس اللي كتعرفوا باش يوصلوا لأكبر عدد ديال المشاهدة انا يعني وصلتوا لهم كيفما كتلكم بالفضل ديالكم من بعض الله سبحانه وتعالى بالفضل الدعم ديالكم الناس كاملين اللي وقفوا معايا واللي شجعوني كيفما كتلكم كنقول لكم شكرا شكرا بزاف وكيفما كنقولوا يعني قطعت واحد المرحلة اللي كانت صعيبة واللي جايرة ما سهل شهو صعب ولكن ان شاء الله تقصي فيكم وتقصي ان القناة غتنجح بكم غتخلي كل شي سهل ان شاء الله ودابا ما بقى ليه إلا نقول لكم سلامة وسنطلقوا ان شاء الله في وصفات قادمة بإذن الله